اوكي مقطع الأخبار اليوم برعاية وسام تنكية القصف الجبهات الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب وأخيرا تم الإفراج عنهم بعد ما كانوا مسجونين واستبدال عقوبة بغرامة مالية تقدر بـ 40 ألف جنيه طبعا لـ 40 ألف جنيه تقريبا تطلع 2500 دولار طبعا الحمد لله أنه ما تم الإفراج عنهم لأنه بالنهاية وما عندهم بنت وما زالت صغيرة ولازم يربوها اكتبوا لي بالكومنتاج شو رأيكم ويستحقون الخروج أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مدفع وسام بحيث وسام فتح بحسابه بالإنستغرام بث مباشر ويطارق اللي هو TMX وحجوا على بيسان وجواني وأحمد مساد وياسو ومارك الحوش وساري جاد بالبداية خلينا نبدأ بياسو شنو اللي حج على ياسو الأشخاص اللي كانوا بالبيس صاروا يسئلوا هل ممكن ترجع ياسو للفريق؟ في الله وسام جاوب ما بدك ترجع ياسمين لا أوكي السؤال الثاني هل أنت ضربت ياسو سترايك؟ انت عندها سويت إبلاغ لياسمين؟ لا هاي القصة انسألت عليها على انستغرام أنا أبداً ما سويت أي شكاوى أو أي نوع من هاي الشغلات أوكي وسام قال مو هو ضرب سترايك ولكن بنفس الوقت ياسو قالت أنه هو اللي ضرب سترايك بالبث فصراحة براي أشوف أنه وسام هو الوحيد لإلى مصلحة وليقدر يسوي هذا الشي فهو اللي ضرب سترايك خلصنا من ياسو خلينا نبدأ بجواني طبعا احنا جعوا على جواني مرتين بهذا البث المباشر لا أذكر شي اللي صاير أو أساسا ما شاه في المقطع يوم هاجواني نزل ستوريات حجة بها على وسام تيكت ونزل هذا البوست اللي كانت يهدد به وسام إذا كان بي سب هاي أغنية جديدة رح يحرم دخول اليوتيوب الليوم خلينا نشوف رد وسام اها وصراحة في واحد شفته منزل بوست من كتر مانو يعني ما عارف من كتر مانو ضعيف الشخصية لما نعرف انه تمامي بلقوني أخاف أنه ينسب أخاف أنه ينسب صراحة ما أتوقع أنه بالأغنية مارتهم الجديدة رح يكون بها سب لأنه ستنزل على قناة ففا نبولي ولكن لا أتوقع حيكون بها قصف جبهات المرة الثانية اللي حشى بها على جواني كانت رد على أغنية وردة وردة فجواني بهاي الأغنية كان يقصد وسام بهذا السطر اللي حطو لكم يا شوفوا طبعا جواني كان يقصد وسام لما نقله شكله عظام يعني أنه وسام نحيف وقال لي نيده هو قصد على أغنية تيك توك لما الويسام قال للجواني أنه شكله ألبت نيده فخلينا نشوف رد ويسام بس رح أحكي لكم شي هذا الكليب عم حاكي لكم جد هذا الكليب يعني فيه ناس عم ترد على مقطع من أغنية تيك توك أغنية تيك توك أنا كنت ساكن بششلي بيومه تعرضي وعاكي جد يعني لها سنة تقريبا وأكتر فيه ناس ظلت متذكرها أنا نسيت الكلمات وفيه ناس ظلت متذكرتها وعم ترد أه أه هذا اللي صار برو ففيه ناس ضلت سنة كاملة حتى وبعدها متذكر الكلام وللأ عم ترد عليه فما بالكن هاي الأغنية للناس أنا ما رح أحكي شو رأينا الناس فيه ناس عم تقلي يعني أنا بالنسبة لي سبعين أو ثمانين بالمئة من الناس اللي سمعوا الكليب حقولي أنه أقوى من بيجيب من مين بيجيبنا نحنا تمام خلصنا حاليا من جواني خلينا نشوف بيسان صراحة بيسان ممتكد إذا هو كان يقصدها أو لا ولكن أكو حركة دائما كان بيسان يسويها لما يريد يضوج بيسان ويقول إنه هي انشهرت من وراء هاي الحركة المهم راح أعطلكم هاي اللقطة انتوا شوفوها وحكموه يعني إذا هو يقصدها أو لا عم يسأل عن طارق إذا شالح بالكليب أنا عشيوا بصدري ما بعرضو من هل عملكون صدري ما عرضو بالكليبات خلاص قاعد تحرجوني لك طارق كيف انشهرت أنت؟ لا يا برو لا 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 يا بشي بري وبس والله قلوني بالكومنتات إذا هو كان يقصد بيسان أو لا على كل اللي هنا وصلنا هات المقطع طبعا البث المباشر أطول من نهيت في اللي حاب يشوفها بالكامل راح يكونوا بقناتي الثانية راح أعطلكم رابطها بالوصف راح يشوفوه هناك تقريبا مدة 22 دقيقة وبس لنا وصلنا هات المقطع ثم المقطع جابكم رس تحطونا تشاركوا بالقناة ومع السلام